ثم أحبائي يسوع المسيح له السلطان أن يعطي الحياة يعني الحياة الأبدية أو أن يلقي في جهنم ولاحظ أنه لم يأخذ هذا السلطان من أحد فهو سلطان مطلق من حقه سلطان أبدي غير متغير سلطان خاص به خاص بيسوع المسيح باعتباره طبعا ابن الإنسان وباعتباره أيضا ابن الله وباعتباره وسيطا بين الله والبشر فهذه من تخصصات يسوع أن له السلطان السلطان الذاتي شيء تاني سلطان المسيح كان سلطان بجدارة ليه سلطان بجدارة؟ بكل بساطة لأن الوحيد تحت الشمس الوحيد الوحيد كل الأنبياء أخطأوا واستغفروا وكثير أنبياء اللي قتلوا واللي زنوا واللي اغتصبوا واللي سبوا يعني كثير لا حاجة أنه ندخل في تفاصيل هذا الموضوع لكن المسيح عاش حياة كاملة بلا خطية حياة مقدسة لأنه هو القدوس بل في إنجيل يحنى إصحاح الثمانية والآية ستة وأربعين قال من منكم يبكتني على خطية إلى اليوم ما فيش أي إنسان كامل أحبائي ليه بجدارة شيء آخر مش بس لأنه كامل بلا خطية وهذا طبعا مهم جدا لكي يكون حمل الله الأضحية الذبيحة بلا خطية ذبيحة كاملة يكفر عن خطايا البشرية شئتان أحبائي لأنه تمم عمل الفداء الكامل اسمع فليبي إصحاح 2 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليم لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب هو رب لمجد الله الآب وأنا بتشوف يعني وضاعت النسوت كابن الإنسان وأمجاد اللهوت في العمل الكامل عمل الفداء اللي تمموا بواسطة يسوع ألم يقل طعامي أن أعمل المشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله ألم يقل في يحنى 17 آية 3 مبتدئا آية 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته اسمع آية 4 العمل الذي أعطيتني إياه لأكمل قد أكملته قد أكملته وعلى الصليب قال قد أكمل قد أكمل فإذن أحبائي هو أيضا بجدارة لأنه تمم العمل الكامل على الصليب عندما قال قد أكمل اشتركوا في القناة